في محافظة الإسكندرية يتواصل العمل في مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية أبو صير بعد انتهاء حالة التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة من أبرز هذه المشروعات مد تدعيم شبكة مياه الشرب بالقرية وإنشاء رافع مياه الشرب بالكيلو 38 بهدف خدمة أكثر من 10 ألاف مواطن ورفع كفاءة وتطوير المبنى القديم لمدرسة المأمون وإنشاء جديد لشبكة الصرف الصحي ورفع كفاءة وحدة صحية وبناء مجمع الخدمات الحكومية وإنشاء مبنى جديد لمركز شباب أبو صير قبلي بدلا من المبنى القديم الذي تم هدمه